كيف يتم اختيار النصوص الأدبية المقررة على المتعلمين في مختلف مراحل التعليم؟ أو بمعنى آخر، ما المعايير التي يجب أن نستند إليها عند اختيار النصوص الأدبية المختلفة؟ هناك مجموعة من المعايير الأساسية التي ينبغي أن يراعيها مؤلف الكتب المدرسية عند اختيار النص الأدبي الذي يقدم للمتعلمين في مختلف مراحل التعليم. أول هذه المعايير السهولة، والسهولة تعني أن يأتي النص مناسبا لسن المتعلمين وأن تدور موضوعات النصوص الأدبية حول ما يثير أذهان المتعلمين ويبعث انتباههم ويذكي حماستهم. وأن تبتعد لغة النص عن التقاعر والتكلف والتزيد والإغراق في اللغة الوحشية الغريبة التي لا تستخدم في عصرنا الحالي. إن سهولة النص الأدبي لهي من العوامل التي تحبب النصوص للتلاميذ وتجعلهم يقبلون على دراستها، بل تجعلهم يقبلون على قراءة الأدب العربي بشكل عام. كذلك لا بد أن تتسم النصوص بالحداثة، والحداثة تعني أن تختار أكثر النصوص إعادة، أن تختار أكثر النصوص من أدب العصر الحديث بحيث تتناسب مع ميول المتعلمين ومداركهم في هذه المرحلة من مراحل النمو. فالنصوص الحديثة تتصدى عادة لموضوعات وقضايا ومشكلات يعيشها المتعلمون، فتكون قريبة من نفوسهم، ومن ثم تمتلك مساحة أكبر للتأثير في وجدانهم وفي عقلهم. أيضا المناسبة، والمناسبة تعني أن تتصل موضوعات النصوص الأدبية بما يدور حول المتعلمين من أحداث، وما يبعث في نفوسهم روح الوطنية والشجاعة والبطولة، وغيرها من مظاهر الخلق الكريم، وأن تبعث النصوص المختارة في نفس الطالب العواطف الشريفة والقيم والمثل العليا التي يؤثرها المجتمع ويحبها في أبنائه. أيضا من معايير اختيار النصوص الأدبية القيمية، والقيمية تعكس الوظيفة الأساسية التي يجب أن يتصدى لها الأدب في المجتمع الحديث، فالأدب، أي أدب؟ لا بد أن ينشغل بقضية تأصيل القيم، وأن يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، وأن يعمل على رفع إنسانية الإنسان، وعلى تحقيق معاني الكرامة الإنسانية. إذن فنحن لا نختار أي نصوص، وإنما نختار نصا ذو قيمة فنية عالية، وذو مكانة قيمية كبيرة، إنه الأدب صاحب الرسالة الذي يؤثر في نفوس الطلاب ويعلمهم من القيم، ما يحسن به حياتهم، وما يطهر به نفوسهم، وما يزكي به من مكانتهم ودورهم في مجتمعهم، أيضا عدم التكرار، يجب أن لا يتكرر النص الواحد في أكثر من صف دراسي، حتى لا يمل الطلاب، وبخاصة وأن لدينا عددا كبيرا من النصوص الأدبية في مختلف عصور اللغة العربية.